تطبيق موسيقى دير بالكم في حاجات مميزات كتير في ناس كتير ما بيعرفوها او لما بيشوف موسيقى بقول لك اي موسيقى لا في هذا الان مربوط مع اليوتيوب على حسب نظام جهازك يعني الان لو فتحت على الموسيقى زي هيك هتلاقي هي مربوط مع جهازك باليوتيوب يعني تقدر تبحث فوق عن اي شغلة بدك اياها يعني الان هنا لو كتبت اي شغلة بدك اياها هتلاقيها موجودة مباشرة وتقدر تفتحها في الخلفية كمان هنا في حاجة اسمها موسى بها وهنا في عندك الساعة اضغط على الساعة هذي بتجي لك اللي هو الحديثة الفيديوهات الحديثة اللي موجودة عندك في اليوتيوب وفي عندك هنا لو ضغطت هتيجي على الاعدادات في هنا في الاعدادات الوضع الداكن ممكن انا استخدم الوضع الداكن لحاله للتطبيق نفسه في عندك مؤقت النوم وتصفية الملفات والمزيد عندك هنا مؤقت النوم ايقاف التشغيل ايقاف المشغل بعد وقت معين المشغل نفسه بدل المداله شغال توقفه بعد وقت معين سماعة الادنة او سماعة الراس بسموها وعندك هنا حسب الحجم اخفاء ملفات الصوت الصغيرة حاجات لا حصرة لها في التطبيق اللي انت اصلا ما بتعرف جيمته ومجيمته انا يعني بشوفها انا قيمة كبيرة جدا وكمان حاجة كويسة فيه في عندك خدمة المحتوى عبر الانترنت وفي عندك المكتب تبعتك وانت في عندك هنا حاجة اسمها ظهر الاعلانات بتوقف ليها في الاعدادات هي الخدمة هي الخدمة والاعدادات يعني الان انت لما نتشغل المشغل مسلا انا شغلت المشغل على فيديوهات معينة وليكن اجي تشغلت على هذا الفيديو هنا شغلت فيديو اطلعت من هذا المكان وطلعت من هذا المكان ويجيت هنا اجيت على الاعدادات والاعدادات المتقدمة ومؤقت طلع الان بيقول لك وقت نص ساعة بتزود وكتش بدك ايها يقفها لا انا بدك ايها يقف مثلا بعد دقيقة خلال دقيقة اي شي يعني انا مثلا هنا عندي مركز هذا ايش مركز الميديا تقدر تشايف تعلص الصوت من هنا تقدر تعمل اقران جهاز جديد اذا اول حاجة تطبيق الموسيقى المهم جدا جدا وراجع كل الاعدادات هتستفيد كتير في هذا التطبيق المهم جدا في جهازك الشاومي والردبي والبوكو النظام الفحصي الجديد لازم يكون عندك زي هيك ممكن يكون يعني مجاش لكل الاجهزة ولكن احنا شرحنا عنه او انا شرحت عنه واصدار اصدار تحديث الموسيقى اه تمانية سفر ثلاثة سفر واحد هذا اخر تحديث بعد هيك بدك تركز الان معي لازم تركز في عندك الكاميرا الكاميرا لما تضغط ضغطة طويلة على الكاميرا وتيجى على معلومات التطبيق في ان اصدار الكاميرا اللي احنا منعرفه المعتدين عليه 4.5 تمام المعتدين عليه هذا بيكون شغال على اغلب الاجهزة ولكن احيانا ممكن يجي تحديث ما يشتغل كمانا اجهزة في اننا الان تحديثين في هذا الفيديو في تحديثين في تحديث اربعة خمسة القديم وفيه تحديس جديد خمسة ولكن هذا بيشتغل على اجهزة وهذا بيشتغل على اجهزة فانت لازم تجرب الاثنين كيف نجرب الاثنين تطلع معيان الآن هذا يعني هذا التحديس العادي هذا شغال مية المية فاش اي مشكلة هذا التحديس اللي احنا معتدين عليه بالنسبة لهواتفنا اللي بنحملها طيب في عنا تحديس تاني تحديس الكاميرا اربعة خمسة اللي انا ننازله الآن وفي عنا تحديس الكاميرا اللي هو خلي ننزل التحديس مثلا خمسة الجديد هذا التحديس الجديد اللي شكله زي شكل كاميرات لايكا ما اخذ من لايكا وما اخذ من شاومي تحديس حلو ونزلناه جملك وهذا التحديس جديد نزل له وفي ميزات كمان جديدة هتلاحظ فيه نعمل فتح هايو بقول لك اسحب الاسفل لفتح القائمة نظامه يختلف يعني نظامه زي لايكا هيسحبنا الاسفل في عنا شايفين تجدش في عندك في عندك حوالي احد عشر ايقونة والاعدادات والعلامة المائية والامور هدي كلها موجود في هذا الخط هاي مسلا الاعدادات اعدادات الكاميرا راجعة واحدة الى الخلف في عنا احترافي في عنا هنا المزيد خلنا نفتع على المزيد في عنا المزيد شايفين نظام الجديد وممكن نخليه نظامه هيكا اسود وبيض وهي ايش املون وهي عنا الاعدادات اللي كنا فيها قبل شوي ارضا اعدادات الكاميرا اللي انت بتدخل فيها في عنا هنا كمان نرجع رجع ايضا. لو جيت عالصورة فيه انه شايف الكاميرا هادي كاميرا جوجل. كاميرا جوجل من ترجمة من نص من واجبات منزلية من اماكن. ها يتابع على جوجل. وعندك هيا تضغط على الفلاش وعندك التلات نقاط في عندك ملاحظات واختصار ممكن تعملها اختصار يعني لو جيت اضافة الاختصار هادا لكاميرا جوجل. طلع وين هيجي? طلع وين هنا اخرش هيجي. هاي. هذا هو الاختصار اللي حط لك اياه. تضغط هنا. ترجمة في نص في كل حاجة وهي مسلا بدي اخد مسلا هادي. ممكن ناخد مسلا نص هيو. هيو ممكن ناخد كل نص ونقول لك اختيار الكل اي نعم. ممكن نقول له مسلا اه استماع. صفر الثانية وتمانية دقيقة. بدنا نيجي مسلا نعمل نسخ النص. نسخنا النص في الصورة وبنقدر نرسله مسلا على الواتس ايه بعد تليجرام وين ما بدنا نرسله. وهي انا مسلا ارسلته. كله هيو تم ارساله على الواتس ايه مسلا اتناعش برو بلس. اتناعش برو بلس لو اجينا نزلنا هي التحديس القديمة عليه عمل لك زي هيك. ازا عمل لك زي هيك ما فتح الكاميرا كل ما تفتح الكاميرا بعمل لك بهذا الحركة. ازا نزلت التحديس عمل لك زي هيك. بتضغط ضغطة طويلة على التطبيق الكاميرا وبتيجي على معلومات التطبيق. ها لاحظ معي نركز. وبتعمل الغاء تسبيت التحديسات لمين? للكاميرا. هيك انت حلت المشكلة الان. الكاميرا بتفتح معك وما في مشكلة هي فتحة الكاميرا صح? هاي الكاميرا برو تري. ايش ما بدك هي تمام التمام. هاي يحمي خصوصيتك وكل شغل. هاي التحديس اربعة خمسة. لو انا نزلت تحديس خمسة نجرب. وهي تحديس الكاميرا خمسة. تحديس الجديد للنظام الجديد. هي يشتغل على الجهاز. يعني انت الان في عندك تحديسين نحط لك هيه وانت في الاخر بجعلك الامر. وهي عملنا فتح. وهي يشتغل. وهي تطويلة معلومات التطبيق. هاي تحديس خمسة. تمام. ازا هيكون عندنا التحديسين وانت حر بتتنجل بدكية. وازا لقيت حالك اه انه كاميرا ما اشتغلت معك. بس تطويلة ومعلومات التطبيق والغاء تسبيت التحديسات. تحديس اللي بعده هو تحديس تطبيق الثيمات. تطبيق الثيمات من التطبيقة اللي انا بحبها كتير. والمهمة واللي بتخلي جهازك حلو ورائع. الفحص جديد. لازم تلاقي الفحص هذا عندك. طبعا في اجهزة ما بكون فيها وفي اجهزة ما بكونش فيها زي ما حكينا. نعمل فتح لتطبيق الثيمات. نفس الشكل ما فيش شكل جديد. فيش ميزات جديدة. نيجي على المكان هذا. دور جيك هالشغلة. ثيمات مخصصة. ممكن تاخد الشكل اللي موجود على الجهاز عندي. شريط الحالة. هاي شريط الحالة. تنزل لي هذا الثيم. هذا شريط الحالة اللي هو مركز التحكم هذا الحلو. نرجع تاني. ممكن نيجي الايقونات. هدا هو اسم الثيم. هايو. ممكن نيجي نعمل نسخة احتياطي يعني الان الشكل اللي عنه بنعمله نسخة احتياطة. هايو. نسخة احتياطي. هيك صار في عندك نسخة احتياطي. للشكل هذا. يعني لو وجيت تحطيت فيم اخر. بترجع بتلاقي فيه نسخة احتياطي. هذا ما كان لدي. ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد. ان ربنا احيانا. حافظنا وحفظكم الله. دعواتكم. سلام.